تتواصل أعمال جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني والخاصة بمناقشة مشروع القانون المحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناء على توجيه من رئيس الجمهورية خلال هذه الجلسة أكد المنصق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار لن يكتفي بجلسات موضوعات الحوار الوطني المعلنة بل سيتم طرح أي موضوع مهم يطرأ للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني كانت جلسات لجنة التعليم قد بدأت في الخامس والعشرين من مايو الجاري وذلك بعقد جلستين لمناقشة موضوع التعليم قبل الجامعي تضمنت الجلسات عرض الرؤى والأفكار من مختلف التوجهات والأحزاب السياسية والخبراء في مجال التعليم وممثلين عن عناصر العملية التعليمية وشهدت الجلستان توافقا بشأن ضرورة وجود جهة عليا مختصة بوضع سياسات تطوير التعليم بجميع مراحله وأنواعه ومراقبة تنفيذ هذه السياسات ترجمة نانسي قنقر